ميدانياً قال مسؤول أوكراني أن روسيا قصفت منطقتين نوكو بولوسكي وكيرفوريسكي باستخدام قاذفات صواريخ جراد وفي مدينة مارانيتس أصيبت امرأة بجروح نتيجة هجوم ولحقت أردرار بما لا يقل عن ثمانية مباني سكنية ومستشفى وروضة أطفال وسيارات بحسب صحيفة كييف انديبندنت كما تعرضت مناطق جنوب أوكرانيا لقصف صاروخي روسي عنيف استهدف خصوصاً ميناء ميكولايف وقرية ساحلية قرب أوديسا بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية